تدب الحياة مرة أخرى في معرض كولين بألمانيا المتخصص في عرض منتجات صناعة الإطارات المطاطية الموجهة للمركبات المتنوعة بعد ثلاث سنوات كاملة من الغياب بسبب جائحة كورونا لكن هذه العودة لأكبر معرض عالمي يبدو أنها تترنح تحت ضغط ضربات السوق العالمية المتقلبة فموجة تضخم التي تشتاح العالم حالياً واستمرار الصراع العسكري في شرق أوروبا أثر كثيراً على المواد الأولية لصناعة العجلات المطاطية فالشركات التي عرضت آخر إنتاجها في هذا المعرض أبرز اهتمامها وأكثر التعقيدات اليوم حول ارتفاع تكاليف الشحن البحري الخاصة بمدخلات صناعة سيارات بسبب جائحة كورونا الشحن البحري ارتفع لمساويات قياسية من قبل كان الزبون في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية يدفع ما بين ثلاث ألاف دولار حتى خمسة ألاف دولار عن الحاوية الواحدة الآن أصبح عليه أن يدفع أكثر من عشرة ألاف دولار ونحن الآن مع شركائنا في أوروبا وألمانيا نحاول إيجاد حلول أكثر لزبائننا لخفطي التكاليف وابتكار حلول أكثر مرونة هذه التكاليف الباهضة للنقل البحري أثرت على الشركات الصغيرة المصنعة لقطع غيار سيارات والمكونات الحساسة خاصة بعد تكدس الحاويات في ميناء شانكهاي صينية بسبب انتشار جائحة كورونا هناك بينما يظل أمل المصنعين قائما لتجاوز الأزمة وتجنب ارتفاع أسعار المتاجات النهائية وفقدان الزبائن أعتقد أن الأمر صعب إيجاد حلول سريعة في مجال الشحن على سبيل المثال تسبب تعطل ميناء شانكهاي في تأخير عملية تسليم الطلبات وهو أمر معقد كثيرا ربما العام القادم قد يتحصن الوضع خاصة في الصين والسعر اليوم سيء جدا لكثير من الشركات الصغيرة في مجال صناعة الإطارات المطاطية لأن ذلك رفع كثيرا تكلفة الإنتاج بالنسبة لها إن هذه معضلة حقيقية منذ عامين تراجع إنتاج السيارات حول العالم بنحو 77 مليون سيارة بعد أن تجاوز في وقت سابق 80 مليون سيارة أيضا تحتاج الإطارات أو تحتاج السيارات إلى أكثر من مليار ونصف إطار سنويا من المطاطة هذه الصناعة الآن كما رأينا تواجه مصاعبا كبيرة في اللوجيستيك ومسمى بالنقل البحري وأيضا في ارتفاع تكلفة المواد الخامة شمس الدين عسي معرض كولن للإطارات المطاطية ألمانيا الشرق نيوز